وفي تصريح خاص لمركز الأخبار قال سعادة السيد أحمد رشيد خطابي سفير المملكة المغربية لدى المملكة إلا جولة العاهل المغربي في دول الخليج ومنها مملكة البحرين لتعطي نفسا جديدا لهذه العلاقات على كافة الأصعدة خطابي أشهد أيضا بنتائج القمة المغربية الخليجية التي عقدت مؤخرا في الرياض والتي اعتبرها على حد تعبير خارطة طريق للعلاقات الخليجية المغربية جولة جلالة ملك في المنطقة بما فيها مملكة البحرين هي لدعم هذه العلاقات التشاركية ما بين الفضاء الخليجي والمملكة المغربية وفيما يتعلق بالبحرين كما تعلمين نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات وإعطائها نفس جديد فبالنسبة للبحرين نحن عندنا حوالي خمسين اتفاقية عشرة منها وقعت في الأربع سنين الأخيرة وكان هناك تركيز على قطاعات نوعية تهم المجالات الأمنية وتهم كذلك الحكامة وحقوق الإنسان وبالتالي إن شاء الله نسعى إلى تطوير وتنويع هذه الشراكة التنائية ما بين المملكتين الشقيقتين وبالفعل هذه القمة التاريخية كرصت التوجه الاستراتيجي للشراكة القائمة بين المجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية على أساس أولا خارطة الطريق هذه الشراكة إذن لا تنطلق من فراغ ولا من اعتبارات ضرفية بقدر ما هي استمرار لمصار تشاركي غني ومتنوع وقوي على المستوى التنائي ما بين المملكة المغربية ومختلف دول الفضاء الخليجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر